موسيقى موسيقى الذي كان مؤكدا في مقابل ذلك ان القضية عادلة جدا وان اتحاد افريقي لكرة القدم اخطأ حينما قرر ان يعاقب المغرب بالحرمان من المشاركة في نسختين لكأس افريقيا وهم 2017 و2019 دون العودة الى التفاوض مع المغرب ثم في حال فشل التفاوض في الوصول الى حل الذهاب الى الغرفة التجارية بفرنسا والتقاضي بناء على القانون الفرنسي كما هو محدد في المادة 15 الف في العقدة المبرمة بين الجامعة الملكية المغربية القادم من جهة والتحاد الافريقي وشركة الراعية لكأس افريقيا من جهة تانية في هذه الحالة كانت تضيح لاهل الاختصاص بطبيعة الحال وبعضهم تحدثت الي جريدة اخبار لهم وقال بالحرف هو السي قطبي الخبير في مجال التحكيم قال القضية مربوحة مغرب بعد قرار تاس عليه ان يهتم بوضع الاستراتيجيات التي تؤهل الكرة والرياضة على المدى الطويل اما ان يبقى على عادته في معالجة القضايا يوما بيوم فهذا اخطر من 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 عقوبات كاف وغير وغير كاف لانه على كل حال هل كان من المعقول مثلا ان نوقف كرة قادمة مغربية كلها بتكوينها وببناء مراكزها وبإصلاح ملاعبها وببناء منتخبتها في انتظار ما سيصدر عن طاس مثلا هذا غير معقول والحال انه في كل عالم هناك قضايا في المحاكم ولكن الامور تسير بناء على استراتيجيات المغرب الان عليه ان يلتقط الاشارات عليه ان يستفيد من الدرس وان يكون حاضرا وبقوة داخل كاف وداخل كل الاجهيزة والمؤسسات التي تسير الكرة القادمة سواء في الجهة او في المنطقة ككل او في القارة ككل ولما لا احتعى المستوى الدولي لعله استفيد من هذا الحضور ايضا هناك اشارة اخرى مهمة وانا لدينا رجالات قانون مهمين جدا المستوى الدولي والوطني واتضح مدى اهمية وجودهم ومدى اهمية الانصات اليهم لانهم قالوا بالحرف ان القادية مربوحة ووجهوا الجامعة الى التجاه الصحيح واتضح انه كانوا على حق وكانوا على صواب وكانوا ينبغي الانصات اليهم فبالنسب القرار التجاه لم يكن متوقع فالمغاربة كلهم كانوا يظنوا بان كل شي بشاء خصوصا كأس افريقي 2017 2019 من بعض الاحباط الكبير التي توصلنا به من بعض الاقصاء من الكأس افريقي الذي سنضم ولكن كانت مفاجئة اثارة هذه حالة نحن كانت ترجع الابتسام للمغاربة فكنظن بان المغاربة باش يرجعوا الهيبة للمغرب ويرجعوا هذا القرار وانتصروا فيه لانه كان مهم في المنصار دير كورة القدم موطنية اننا نلعبوا اقصائيات معلهم اننا كنا نوجدوا باش للعبوات الكأس افريقي ولكن كان نظن بانه قرار صائب لمصلحة الرياضة في المغرب ولمصلحة كورة القدم فكنظن بان الان اول حاجة القاهرة وكيف قال رئيس الجامعة اليوم فخص الجامعة الملكية الملغوية تنخارط مع الكاف لاننا نحن مع الكاف وغادي مشو مع الكاف خص ما ننساو نطويص في حت الماضي فتحوص فيها جديدة من اجل المغرب انه يرجع للمنافسات خصوصا وان العلاقات ترجع بالكاف لاننا غا مشو نرجو الكاف هي هي كتقود كورة القدم في افريقيا خصوصا تحوص في حاجة جديدة معها ونحاول اننا نبدو علاقات جديدة باش نشاء الله المغرب بشي مزيان في الكاف لان لما كان عندك ناس اللي كيمتلوك بشكل كبير في الكاف فكاد كل المنافسات بالنسبة القوية فكنضن لاعلى مستوى تنظيمي لاعلى مستوى التحكيم لاعلى مستوى التواجد في المكسب تنفيذي فخاص المغرب يكون قوي بالتواجد دي المغرب اللي متلو المغرب في هاد الكاف لانه هي اللامباكت عليها على الكورة في العالم الافريقي مهم ومهم بزاف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة